مرحبا اليوم حنصنع بلبل اللي انا حزيرتكم بالفيديو المووي عرفتو هو بلبل خفاش ليل حنحتاج لنصنع هدول بلابل عين الصقر و بحش الظلام و شجاعة تابو و اخيرا منجل الصاحق اول شي حنجري حنبلش بالدرايفر واللي هو عين الصقر لانه فيها هدول المخالب او الاشنحة او المسمانات اللي بيساعدوا على التوازن هدول متل اشياء اللي عندهم درايفر خفاش ليل فهذا حيكون درايفر اما بالنسبة للحديد ده فحديدة يعني خفاش ليل هيك مو كتير تقيلة و هيك فيها اشياء هيك بتشبه تبع الشراء دايما و بالنسبة للفرام اخفاش ليل انا ازراء فيها و هيك اربع اشياء فبحس فرام بحشة بشبه شوي واحد اثنين ثلاثة اربعة نو بشبه شوي باماك انا مضار الفرام الحديدة مو كتير بشوي هلأ تقيل وهي اكتر محلمة مكتب ملائة يعني بتشبهه هي ليل المجادسة لان ليل خفاش ليل هيك بنص مباراة هيك بيطلع شولتين جناحين بيساعدوا على الطبقة قوية بسيطان هيك انه بيشو هادول انه بيتحرق اول ما اطلق العام سان اذا براكب على الطبقة هيك بقى بصغص مباراة صار هيك فبيتحرق ف حيث نكون صنعنا بيبوه فاشلاء السنانة قوية ما بعض لكننا هركب بلوهر على عين الصخر بيزبط الكتير بيطلع قويا كيف يبدو على الاربوهر منح واو بعد ما افتح بيبوهر للاعب شهاب اصنعش فيجاع المتقيد بعدها سنوزلوه هلأ سنجرب الخفاش الليل اللي صنعنا ضد كمبلوين ستجرفك عصفة خفاش الليل سننزال حيكون ضد درع الفائز الحديدي 3 2 1 متضح وووه نقطع خفاش الليل كك واحد وكك تاني وتاني نزال حيكون ضد ومضل لنا 3, 2, 1 غوش 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 تاعدل غوش غوش 3, 2, 1 غوش غوش ثلاث غوش 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 تاعدل غوش 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 3, 2, 1 غوش 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 هناك درس لا يجب ان يتوازم اوه برس فينش على الاخر لحظة و الان اخر نزال اوه مو اخر نزال نعم اوه مو اقل اوه اوه مو اقل اوه مو اقل هل اخر نزال ضد مميط حال خليهم ما يتعدل الانا كل جولات تعادل ثري دو وان غو شوت غو شوت شكرا غو شوت غو شوت غو شوت غو شوت ماكتل متوازع انه جاي في القاضي على احتمال معلائر هجومية الان في الفيديوهات الجاي اردتون عنه ماذا افعلتهم اكتبوا لي بالتعليقات اذا هاي الكمبو ناجح او لا اكتبوا لي اي كاميرا تكون لاني اصلاع الفيديوهات الجاية اكتبوا لي اذا عاش تكون مستساسة وما تنسى تحطو لايك وسبسكيرب تشتركوا في القناة اكتبوا لي بالتعليقات ويلا مع السلام